أهلا بكم المستشار الألماني أولف شولتز قام بزيارة إلى الصين على رأس وفد كبير من رجال الأعمال التقى خلالها بزعيم الصيني تشي جينبينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ تركزت حول الحرب في أوكرانيا والعلاقات الاقتصادية بين البلدين شولتز هو أول مسؤول غربي يزور الصين بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بل ومنذ اندلاع وباء كورونا وعلى الرغم من أن الزيارة أثرت انتقادات ومخاوفة إلا أنها أزالت جانبا من جبل الجليد بين البلدين التطلع الذي دهب شولتز ليلاحقه هو ما إذا كان يمكن كسب دعم لوضع نهاية للحرب أو نبد على الأقل الخطاب النووي الروسي وهما أكده بأن بكين وبرلين التي اتفقت على أن الخطابة الروسية بشأن الأسلحة النووية غير مقبول الرئيس الصيني خاتب نظره الألماني قائلا إن من السهل تقويض الثقة السياسية لكن من الصعب إعادة بنائها وإن على الجانبين رعاية ثلك الثقة واحترام بعضهما ورعاية مصالحهما الأساسية والثقة مسألة اقتصادية بالنسبة للصين وهي تعني أن تكون شريكا موثوقا به يسمح له بالاستثمار وتفتح له الأسواق بينما تقشى ألمانيا من أن تقع ضحية التبعية للصين من ناحية احتياجاتها الصناعية بينما هي تدفع الآن ثمن تبعيتها لمصادر الطاقة الروسية وتريد أن تتعلم الدرس أما هي إذن القضايا التي تناولتها القمة الصينية الألمانية وهل ساعدت في تقريب وجهات نظرهما حول أوكرانيا والتجارة؟ ولماذا تعطل التواصل بين قيادة البلدين لعدة سنوات؟ وسط تصاعد التوتر بين معسكر الغرب والصين تأتي زيارة المستشار الألماني أولاف تشولتس إلى بكين زيارة تشولتس هي أول زيارة لزعيم من التكتل الأوروبي لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ ثلاث سنوات وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الصيني دع المستشار الألماني الصين إلى ممارسة نفوذها على روسيا لتجنب التصعيد في الأزمة الأوكرانية داعيا روسيا لتنديل اتفاق تصدير الحبوب من الجيد أن أكون هنا حيث يتعين على البلدين باعتبارهما دولتين كبيرتين تملكان نفوذا العمل معا من أجل السلام العالمي كما دعوت بكين لممارسة نفوذها على موسكو لتجنب تصعيد الأزمة الأوكرانية واتفقنا أيضا أن التهديد باللجوء للخيار النووي أمر غير مقبول من جانبه أكد رئيس الوزراء الصيني أن إمدادات الغذاء والطاقة الدولية يجب أن تكون مضمونة مشددا على أن العالم لا يمكنه تحمل تبعات المزيد من التصعيد وتأتي زيارة تشولز في الوقت الذي تتواصل فيه العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي اضطرت معه برلين للتخلي عن اعتمادها الطويل على الطاقة الروسية وأثرت هذه الأزمة اتقادات وتساؤلات عما إذا كان الاعتماد الكبير للصناعة الألمانية على الصين قد يعرض برلين لمخاطر مستقبلية لسيما أن بكين تعد حليفا رئيسيا لموسكو بينما اعتبر البعض أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين هو خطوة بالغة الأهمية لسيما أن برلين تعاني في الوقت الراهم من تباعة أزمة الطاقة عالميا ويتجه اقتصادها الأكبر في أوروبا نحو الركود والمناقشة ينضم إلينا من الرياض الأستاذ إلهام لي الكاتب والبحث السياسي الصيني أهلا بك ومن برلين ينضم إلينا دكتور زاهي علاوي الكاتب والبحث في الشؤون الأوروبية أهلا بك معنا أيضا دكتور زاهي أبدأ النقاش إذن معك أستاذ إلهام أن هذه الزيارة تمت هناك في بكين يعني الإعلام الصيني صلت الضوء على هذه الزيارة اليوم وصفها بأنها دبلوماسية ألمانية جيدة وكبيرة برأيك كيف استفادت الصين من هذه الزيارة سياسيا وأيضا دلالتها وتوقيتها نعم أول شيء شكرا جزيلا لدعوتكم الكريمة في الحقيقة هذه الزيارة لا تعتبر الزيارة سياسية فقط طبعا يعني هناك الأهمية سياسيا خصوصا في توقيت الزيارة فنحن نعرف أن هذه الزيارة يعتبر زيارة الأولى لقيادة مجموعة أطول مجموعة العشرين بعد اندلاء جاية الكورونا إلى الصين وخصوصا يعني هذه الزيارة متزامنة مع نجاح الرئيس شي جينبين في عدة الانتخابات للفترة الثالثة وعلى وتعالى ذلك يعني هناك تواصل مستمر بين قيادة الصينية والألمانية خلال سنوات الثلاثة الماضية وخصوصا هناك يعني تبادل البرقية وأيضا تبادل وجهات النظر واللقاء الافتراضي بين الزعيمين وبالإضافة لذلك يعني إذا نعود إلى تاريخ فنرى أن العلاقات بين الصين وألمانيا كانت تبدأ من حيث التجارة والاقتصاد وخصوصا يعني الصين كانت تبادل جهودا كبيرة في جلب التكنولوجيا وخصوصا مثلا في تكنولوجيا سيارات وتكنولوجيا الأدوية إلى الصين وهذا يعني دليل على عمق علاقات الصينية بين الصين والألماني أو خصوصا هذه الزيارة يعني لحظنا أن هناك وفد من رواد العمال الألمانية مع المستشار الألماني لذلك يعني من الممكن أن نقول أن الجانبين كل كلاهما يستفيدان من هذه الزيارة طيب صنع الجانب الألماني نعم 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 أنتقل ضيفي دكتور زاهي دكتور زاهي استمعت إلى ما قاله الأستاذ إلهام أن الصين استفدت سياسيا من هذه الزيارة لهذه للات كبيرة بسيما أن عيد انتخاب الرئيس لخمس سنوات قادمة الزيارة من أولاف شولتز جاءت تحت تحفظات داخلية وخارجية حزب المعارضة يرفض تدخل الصين ربما وهيمنتها في الحصول على حصة في ميناء هومبورغ أنالينا بيربوك ترفض أن تكون هناك تبعية للصين كما حصل مع روسيا سابقا هل يستطيع أولاف شولتز مواجهة الداخل الألماني بعد هذه الزيارة؟ هو طبعا أولاف شولتز واجه الانتقادات جميعها التي بدأت من بيع حصة من ميناء هومبورغ وهو الأكبر في أوروبا ليس في ألمانيا فحسب إلى الصين الخلاف كان بداية أن يكون هناك إقطاع من حصة الميناء بنسبة 35% ولكن الحكومة أو الاتلاف الحاكم اتفق أن تكون الحصة 25% وهنا نتحدث عن ربع الميناء الأكبر وبالتالي أعتقد أن الموضوع كان له تبعات وكان له خلافات وتداعيات أيضا داخل الحكومة الألمانية المستشار الألماني أصر على هذه الزيارة ومنذ البداية طبعا في بداية حديثه أكد على أنه من الضروري تواجده في الصين وزيارة الصين للحديث مع القيادة الصينية هو لم يكترث كثيرا بالانتقادات التي وجهت إلى هذه الزيارة وأصر على القيام بها خاصة وأنه اعتبر أنه لا بد من الحديث والتقارب مع الصين رغم المعارضة الشديدة حتى من داخل الاتلاف الحكومة هناك أيضا بعض الأصوات التي تقول نحن تنازلنا عن التبعية فيما يتعلق بالطاقة مع روسيا والآن نتوجه إلى حليف آخر قريب من روسيا وهي الصين طبعا لو نظرنا إلى حجم التبادل التجاري ما بين الصين وألمانيا نحن نتحدث في عام 2021 عن أكثر من 246 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين البلدين إذن الصين هي شريك أساسي وحليف استراتيجي بالنسبة لألمانيا على المستوى الاقتصادي وبالتالي أيضا على المستوى السياسي المستشار الألماني ركز على دور الصين في إمكانية الضغط على شريكها الروسي من عدم التهديد باستخدام السلاح ناوي إضافة إلى ذلك محاولة نعم سنتي لهذه النقطة دكتور لو سمحت لي أعود فقط مرة أخرى أستاذ إلهام أستاذ إلهام هل يمكن أن نضع عنوانا لهذه الزيارة بالعودة إلى الواقعية السياسية بمعنى أن هذه الزيارة أتت بعد أيام من انتقادات أولاف شولتس للولايات المتحدة ماكرون ينتقد الولايات المتحدة ربما بأن تتبع سياسة منفردة وقامت بسحب أو تريد سحب الاستثمارات ورجال الأعمال من القارة الأوروبية إلى الولايات المتحدة وبالتالي هل تعتقد أن الدول الأوروبية الأخرى اليوم ستتبع نفس مصار ألمانيا وتبحث عن علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع الصين نعم هذا بدون شك أول شيء يعني نعرف من وسيلة الإعلامة بعد زيارة المستشار الألماني شولتس قد يكون هناك زيارة لرئيس الفرنسي ماكرون إلى الصين أيضا فهذا من ضمن الجدوى الزمنية لوزارة القارجية الصينية وبالإضافة إلى ذلك نظرا لما نتيجة للأزمة الأوكرانية كانت الولايات المتحدة تترأس في فرض العقوبات على روسيا ولكن في الحقيقة الولايات المتحدة هي الأكثر مستفيدة من الأزمة الأوكرانية بسبب تصدير الغاز ولكن من يعاني بالأزمة الأوكرانية الأكثر هو الألمانيا وفرنسا والجول الأوروبية فبالإضافة إلى ذلك في الفترة الأخيرة هناك خلافات واضحة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأيضا الولايات المتحدة خصوصا للسياسات الموجهة إلى روسيا في الحقيقة قبل بداية أزمة الورونا كان هناك خلافات واضحة جدا وبالإضافة إلى ذلك إذا نرجع إلى الموضوع العلاقات بين الصين ودول الأوروبية في الحقيقة كان هناك تصريحة واضحة من قبل المستشار الألماني خلال زيارته إلى الصين فأول شيء الألمانيا ستتعاون مع الصين في الحفاظ على النظام العالمي المتعدد بالأجراء الألماني وأيضا ستتعاون مع الصين في حفاظ على نظام التجاري التوذي المفتوح وبالإضافة إلى ذلك كان هناك تصريحة واضحة من قبل المستشار الألماني خلال زيارته الصين إلى قضية تايوان في الحقيقة نعم كان هناك الاختلافات في التصريحات من جانب الصين وجانب الألماني في قضية تايوان ولكن هناك نقاط مهمة جدا كلا الجانبين لا ترغب في وجوع الحرب في قضية تايوان لذلك هناك مصالح مشتركة كبيرة بين الصين وأدول الأوروبية فيما فيها ألماني طيب أذهب إلى ديفي أيضا من برلين يعني دكتور هل تعتقد أن هذه العلاقة اليوم هي علاقة تصحيح المصار وهل تعتقد أن برلين تغرد خارج السرب الاتحاد الأوروبي أم أن من يعرف كواليس سياسة الاتحاد الأوروبي لا يمكن لألمانيا أن تذهب في زيارة إلى الصين دون تنصيق مع الاتحاد الأوروبي ولو بالحد الأدنى لا أعتقد أن ألمانيا تريد أن تغرد خارج السرب الأوروبي أو تريد الخروج عن المصار الأوروبي ألمانيا تعتبر من الدول الفاعلة والمؤثرة بشكل كبير داخل الاتحاد الأوروبي يعني قيادة الاتحاد الأوروبي إذا تحدثت عن قيادة الاتحاد الأوروبي فإنها تقع في برلين و باريس وبالتالي لا يمكن لألمانيا أن تغرد خارج السرب وأن تذهب وتخوض هذه المعركة أو هذه العلاقة لوحدها تصحيح المسار عن أي مصار نتحدث عندما نتحدث عن تصحيح المسار هذا يكون في حال أن هناك بعض الأخطاء التي ارتكبت فيها العلاقة التجارية ما بين البلدين العلاقة التجارية مستمرة ومتواصلة والتبادل التجاري مستمر هناك استثمارات واستثمارات متبادلة هناك اتفاقيات تحكم العلاقة بين البلدين وبالتالي نحن نتحدث الآن عن نوع من التقاوب أكثر من ممين ما تستمر هذه العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبين الصين والبعض من الدول الأوروبية ترفض الهيمنة الصينية البعض يرفض الهيمنة الصينية والبعض الآخر أيضا يرفض أن يكون هناك هيمنة وتبعية أيضا للولايات المتحدة عندما نسمع قبل فترة الرئيس الفرنسي يتوسل للولايات المتحدة لعدم رفع أسعار الطاقة والغاز الذي وصل إلى أربعة أضعاف على الأقل خلال فترة الحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي هذا إضافة إلى التذمر الألماني من ارتفاع الطاقة الولايات المتحدة بدأت منذ بداية الحرب بتصدير الغاز الأمريكي الغاز الأحفوري إلى أوروبا واستفادت بشكل كبير من هذه المعركة إذن الدول الأوروبية بحاجة أيضا إلى شريك يمكن الاعتماد عليه الولايات المتحدة بعيدة والصين ليست بذلك البعد عن أوروبا وهذا إضافة إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين هذا إضافة إلى ذلك أن الأوروبيون بدأوا يدركون بأن الولايات المتحدة استغلت حتى هذه الحرب لتوفير أرضية خاصة للمستثمرين والشركات الأوروبية للاستثمار في الولايات المتحدة وبالتالي سحب هذه الشركات لتكون أيضا ضمن عصب الاقتصاد الأمريكي إذن هناك أيضا مصالح أوروبية تضررت بشكل كبير من هذه الحرب وتضرد ودفع ثمنها المواطن الأوروبي الدول الأوروبية تريد الآن عدم خسران وخسارة الصين فيما يتعلق بالعلاقات التجارية كحليف اقتصادي وكذلك حليف يمكن التعويل عليه من الناحية السياسية ولكن يخمر علاقات تجارية دكتور زاهي من أجل ديمومة الصناعة الألمانية وهناك انتقادات أو تحفظات دعنا نقول على الصين فيما يخص حقوق الأقليات فيما يخص الإيغور فيما يخص تايوين كيف يمكن أن تحقق اليوم ألمانيا هذه المعادلة بين الحفاظ على علاقاتها التجارية وربما الاستمرار في هذه التحفظات على الصين فيما يخص حقوق الأقلية وحقوق الإنسان يمكن إجابة على هذا السؤال من خلال مراحبة وتحليل الخطاب الصيني والألماني الرئيس الصيني قال يجب أن نضع الخلافات ووجهات النظر المختلفة جانبا ونركز على القضايا التي نشترك فيها القضايا التي يمكن أن نتعاون من خلالها وتعميق هذا التعاون وتوسيع هذا التعاون الأوروبيون أو المستشار الألماني قال بأنه يجب مراعاة حقوق الإنسان وأنه يجب عدم الاعتداء وخوض معركة ضد التايوان وأن يكون هناك تقارب أيضا ما بين الصين وطايوان للخصوصية التي تتمتع هذه العلاقة بها ما بين البلدين إذن هناك خطاب سياسي هناك مطالبة بمراعاة حقوق الإنسان فيما يتعلق بأقلية الإيغور فيما يتعلق أيضا بحريات الإعلام ولكن لا يمكن لألمانيا أن تضغط على الحكومة الصينية وعلى القيادة الصينية في هذا المجال هي تحاول أن تعترض إعلاميا ولكن في النهاية المصالح الاقتصادية هي التي تحكم على علاقة بين البلدين والمصالح الاقتصادية أثبتت أيضا الأيام والنزاعات والحروب أنها أهم بكثير من حقوق الإنسان ومن القيم التي يمكن للدول الغربية أن تتغنى بها إذن هناك مصالح اقتصادية هي التي تحكم العلاقة في هذه الأيام طيب أذهب لضيفنا سيد إلهام سيد إلهام بما أن الصين اليوم لديها سيطرة قوية تجاريا في العالم واقتصاديا هذا يعطيها الحق البعض يقولون هذا يعطيها الحق ربما لفرض شروطها في كثير من الملفات ولكن عند الحديث عن قضايا حقوقية ربما كالتي تتبنها المبادئ الألمانية كيف يمكن أن تحقق الموازنة يعني الاتحاد الأوروبي يحقق الموازنة ما بين ما يريده من الصين كشركات تجارية وعلاقات اقتصادية قوية وما بين ربما أن الاتحاد الأوروبي دائما ينادي بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات وهذا ما يتهم بين قوصين به الاتحاد الأوروبي يتهم به الصين نعم هذا موضوع مهم جدا أول شيء يعني من الأفضل أن نقول أن العالم يستفيد من البضائع الصينية والمنتجات الصينية وأيضا الموارد البشرية رخيصة نسبية من الصين بليلا من أن نقول يعني الصين تسيطر على التجارة العالمية أو يعني نقول المصامع وبالإضافة إلى ذلك إذا نرجع إلى الحقوق الإنسان أو السيادة فنعم أنا وافق مع زيثنا من بردين هناك خلافات واضحة جدا بين الصين والدول الشرقية وبين الدول الأوروبية والولايات المتحدة بخصوص الحقوق الإنسان والسيادة وحتى القيم قيم سياسي مختلف تماما فبالنسبة إلى الولايات المتحدة دائما تدعم الحقوق الإنسان فوق سيادة دول معينة لكن الدول الشرقية مهما كان الصين وأيضا عدد من الدول الشرق الأوسط تدعم بالقيم بأن السيادة مهم وحقوق الإنسان أيضا مهم وبالإضافة إلى ذلك تحقيق حقوق الإنسان عن طريق تحسين معيشة الشعوب والمعاتلين والمقيمين هذا ما تستهدف الصين خلال التنمية الاقتصادية والسياسية فبالإضافة إلى ذلك التوازن بين السياسات الخارجية وأيضا التنمية الاقتصاد مهمة جدا لدول الاتحاد الأوروبي فنظرا للخسارة الكبيرة الاقتصاديا بعد الأزمة الأوكرانية فالآن من يعاني من التدعيات للأزمة الأوكرانية في الحقيقة دول الأشعوب دول الأوروبية لذلك الآن الدول الأوروبية خاصة المحفظة جاء بنتائج عكسية ولإستقرار اليوم هذا الاتحاد الأوروبي يجب أن يبني علاقات جيدة مع الصين ولا يعتبره خصم كما تعتبره الولايات المتحدة خصما لها نعم في الحقيقة في بداية الأزمة الأوكرانية كان الولايات المتحدة ترغب في فرض العقوبات على جمهورية الصين الشعبية بتعاون مع دول الأوروبية أيضا وهذا ما يسمى بسبب التحالف الصيني روسي ولكن الآن دول الأوروبية ومن ضمنها ألمانيا وفرنسا الآن يعيد التفكير بشكل ثقيق يعني ما تدعية هذه السياسات يعني فرض العقوبات على روسيا واحتمال فرض العقوبات التجارية الانتصادية مع صين ففي حقيقة الدول الأوروبية ومن ضمنها ألمانيا وفرنسا الآن تسعى لأكثر استقلالية وأيضا يعني تسعى إلى توازن بين المصالح الاقتصادية والمصالح السياسية ففي الحقيقة يعني كما قلت في البداية الخلافات السياسية بين فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة واضحة جدا وفي الحقيقة هناك المصالح المحورية لكل دولة من الدول لذلك يعني مثل ألمانيا وفرنسا الآن تسعى لتحقيق المصالح المحورية وهي من ضمنها الضمان على حياة المواطنين الآن مع قروبنا من الشتاء فلذلك يعني الموضوع المهم تحسين المعيشة للمواطنين والمكيمين في هذه الدول طيب والطريقة يعني في تعاون مع الدول العالم ليس فقط يعني برئاسة الولايات المتحدة فقط وأيضا تعاون مع صين ومع روسيا ومع دول الشرق الأوسط أيضا نعم دكتور زاهي داخل البيت الألماني ربما لا يوجد اتفاق على أن ألمانيا كانت ذاتة تبعية لروسيا فيما يخص الغاز وبالتالي اليوم شولتس يحاول أن يسلك مسارا جديدا مع الصين لمصلحة ألمانيا التي يتجه ركودها اقتصادها اليوم نحو الركود فبالتالي هل سيشفع لشولتس لدى الشعب الألماني ربما هذه الخطوة التي قام بها من أجل اقتصاد جيد لألمانيا في الأيام المقبلة التي داهبة في ركود في الأيام المقبلة لأقتصادها هل سيحاول أن يجد موازنة بين هذه الزيارة التي لقت غضبا شديدا من الألمان وبين ما سيجلبه الألمان من الصين السؤال الآخر الذي يمكن أن يكون هو ما هي البدائل المطروحة الآن عندما نتحدث عن ركود عندما نتحدث عن ارتفاع أسعار الطاقة عندما نتحدث عن ارتفاع المواد الاستهلاكية الحياة أصبحت الآن مثقلة على جيب المواطن وبالتالي أعتقد أن الأمور لا يوجد خيارات كثيرة بالنسبة للمواطن الألماني الذي يريد أن تكون هناك بدائل خاصة في ظل التراجع وعدم النمو على الرغم من أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن ألمانيا حققت نموا بنسبة 3% في الفترة الماضية إلا أن المواطن لديه مخاوف كثيرة خاصة قبل دخول الشتاء وأن يكون هناك ارتفاع كبير الأسعار الحكومة الألمانية أقرت دعم المواطن بنسبة 200 مليار يورو خلال الفترة المقبلة وبالتالي أعتقد أننا الآن أمام خيارات صعبة الاعتماد والتعويل على الولايات المتحدة لا يمكن أن يكون على المدى البعيد الاعتماد أيضا على الدعم الحكومي لن يكون على المدى البعيد وبالتالي لا بد من الإبقاء على علاقات الشراكة الاتصادية حتى الاتفاق الحكومي نحن الاتفاق الحكومي الألماني يتحدث عن أن يكون هناك علاقات شراكة تنافسية وندية أي أن يكون هناك أيضا نوع من التحفظ في التعامل مع الصين كشريك تجاري وبالتالي لا أعتقد أن ألمانيا قادرة على الاستغداء عن الشريك الصيني في المجال التجاري والاقتصادي والتبادل التجاري خاصة وأن معظم المنتجات يتم انتاجها بالصين ليس لرخصها ولكن أيضا لتوفر المواد الخام ألمانيا لا تمتلك الكثير من المواد الخام وبالتالي هي بحاجة إلى هذا الشريك الصيني إذن أعتقد أن المواطن الألماني ليس لديه لا يمتلك الكثير من البدائل التي تدفع بأن يكون هناك خروج عن هذا القرار والمطالبة بعدم التقارب من الصين خاصة في هذه المرحلة شكرا جزيلا لك دكتور زاهي علاوي الكاتب والبحث في شؤون الأوروبية كنت معنا من برلين الشكر أيضا للموصول لضيفنا من الرياض الأستاذ الهاملي الكاتب والبحث السياسي الصيني شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة